سيدات السادة الحضورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب كل ترحيب بهذه النخبة الخيرة هذه الأسماء اللامعة والكبيرة التي أعطت وضحت وقدمت المزيد وأثرت في تاريخ المسيرة الفنية والثقافية في العراق هذا اللقاء سبق لقاءات ثنائية مجموعة صغيرة لكن هذا اللقاء الموسع حتى نناقش المشروع الذي سوف ينطلق قريباً إن شاء الله والذي جاء بعد نتمكن من كمال الإجراءات الخاصة بوضع التخصيصات المالية المطلوبة لنبدء بنشاطات على مستوى الدراما الاتحاد الأتباب النشاطات والمهرجانات حسب الأنشطة التي قدمت وكذلك الأنشطة المتعلقة بالفنون التشكيلية والموسيقية وأدب الطفل الاهتمام بهذا الجانب لحكومة مثقلة بملفات كثيرة أمن وسياسة واقتصاد وخدمات بعيداً عن لغة المجاملات هذا الجانب يكتسب نفس الأهمية لكل الجوانب التي تواجهها الحكومة اليوم هنا عندنا مبدعين ودباء شعراء كتاب يحتاجون من يحتضنهم في أنشطة ومهرجانات ومبادرات وهذا جزء من الرعاية المطلوبة من الدولة بدأنا في الحديث مع الأخوة المختصين سواء كان على مستوى وزارة الثقافة أو نقابة الفنانين صار أكثر من اللقاء وأيضاً مع اتحاد الأدباء اللي تشرفنا برعاية المعوية نازك الملائكة اللي كان احتفال مميز هذا العام شهد عدة فعاليات تليق بهذا الاسم الكبير في وقتها ثبتت كلمة في يوم الخميس في كل مدارس العراق 16 ثلاثة حسب ما أذكر ووجهنا بإصدار طابع بريدي وأيضاً قريباً سنشهد قامة نصب لهذه الشعر الخالدة أيضاً دينة بغداد التاريخية بدأنا بالمرحلة الأولى وراح نستمر بالثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله من المؤمن قريباً أن تكتمل كذلك بدأنا باختيار موقع جديد للأتحف الوطني العراقي الكبير وهناك عدة مواقع مميزة تليق بهذا العنوان اللي نحتاجه مجلس الوزراء في أكثر من مبادرة وجد أنه من الأهمية بمكان أن يرعى الفنانين والأدباء وخصصنا خمسة مليار دينار لنقابة الفنانين لصندوق التكافل الاجتماعي وكذلك الاتحاد الأدباء وهذا جزء من واجبنا تجاه هذه الشريعة المهرجانات أو المشاريع اللي اتفقنا عليها اللي هي خمسة مليار للسينما وكذلك خمسة مليار للدراما وأيضاً اتحاد الأدباء والكتاب بمليار ونصف مليار للنشاطات الاتحاد لمدة سنة وفق الأنشطة اللي اخترحتوها وأيضاً دعم طباعة الكتاب بمليار هذه التخصيصات عبارة عن مشروع ثقافي كبير نحاول نحرك في الساحة الفنية التي شهدت حالة من الركود وجدنا أنه لم تكن هناك أي حالة دعم أو مبادرة منذ مشروع بغداد عاصمة الثقافة هذا المشروع وما خصص له من أمال لا يوجد عليها أي شرط حكومي ولا مطلوب منها مراعاة مزاج الحكومة أو أي جهة هذا عمل للثقافة بشكل مطلق بشرط أعتقد كنا نتوافق عليه وتقديم أعمال فنية عالية المستوى تليق بهذه الأسماء الكبيرة والمبدعة هذا كل هذا لنريده وكل ما كانت هناك أعمال مبدعة بمستوى راقي فأكيد الحكومة حاضرة وجاهزة للاستمرار بالدعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر